اشتركوا في القناة ونصلي هذا النموذج اللي هو جزء من البرنامج ككل ولكن احنا بنختلف اليوم مع الكتاب شوية بنبدأ بالمنطق التسلسل الصحيح لعمل البرنامج ألا وهو نموذج التفرع يبدأ البرنامج بنموذج التفرع اللي هو يسميه الكتاب المقدمة ومن ثم ننطلق منه المستخدم إلى باقي النماذج أما طريقة تبديل Start Up Form فنخليها لنهاية التطبيق أو التدريب كإضافة إثرائية ليس إلا إذا نبدأ على بركة الأبس من الله الرحمن الرحيم دبل كليك على Visual Basic وبالنسبة إلى Hello World هذا نسأل Remove ونستخدم مساحات وحسابات له تطبيق لنا بنشتغل عليه دبل كليك على نموذج التفرع له النموذج الأول ونلاحظ وجود هذه الراديو بوتنز نخلي واحد منهم By Default خاصية Checked تساوي True يعني أنه مختار نلاحظ طلع فيه أنه Selected الآن هذا يقي المستخدم من الوقوع في أخطاء منطقية مع برنامجنا المستخدم بعد ما يختار أحد الراديو بوتنز في هذا النموذج بيضغط على موافق بعد ما يضغط على موافق بيتم تنفيذ الأوامر اللي تخليه ينتقل إلى النماذج الثانية حسب اختياره طبعا ولذلك الأوامر بتكون داخل هذا الزر في عملية ضغطه كيف أنا أكتب الأوامر الآن في عملية ضغطه سأوى Double Click على نفس الزر أو أي أداة أبغاها يعني المستخدم يتفاعلوا إياها وفي حالتنا هي الزر البوتن 1 وأبدأ في كتابة الأوامر في المكان اللي جابنا إلىه Visual Basic أوسع المنطقة زي ما شناه الحين أوسعت هنا من أجل أننا لا تختلط أوامرنا مع الأوامر الأساسية اللي هو حطها هذه الانيشيالز اللي هو حطها لنا وبنتكلم عنهم بالتفصيل في نهاية التدريب إن شاء الله إذن نبدأ الكتابة بسم الله بنستخدم F الشرطية اللي أخذناها في الجزء النظري F Radio Button وننزله لحالة يحط الأقواص بسمه دائما طبعا راديو باتم 2 دوت شكت يساوي true من فورم 3 دوت شو انتر أيضا هذا سترين يكفيان من أجل تنفيذ الأوامر المطلوبة للمستخدم الآن نرجع إلى وضع التصميم أو حتى لو كنا في وضع الكتابة الكود لا بس تضغط F5 من لوحة المفاتيح أو من خلال هذا الزر من أجل تنفيذ اختباري للتطبيق وأنا أنصح دائما بعد كتابة أي كود ولو كان صغير تجريب الكود هذا من خلال الزر اللي شفنا هذا هذا نموذج الحسابات وهذا نموذج المساحات لهو فورم 3 إذن نشتغل الكود اللي احنا كتبناه نتقل إلى الفورم 2 الآن لهو حسابات ونبدأ في كتابة الكود داخله طبعا نستخدم بحط خيئهني الأوبشنز حسب اختياره وحسب رغبته عدد أول وعدد ثاني ومن ثم بيختار العمليات وبعد ما يختار العمليات اللي هو يبغاها بيضغط زر احسب من أجل عملية البرمجة تتم على اختياراته واخراج المعلومات يتم أخذ البيانات وبرمجتها معالجتها واخراج المعلومات بعد عملية ضغط الزر إذن نفس الشيء في ضغطة الزر بيكون برنامجنا تبل كليك على احسب ونلاحظ أيضا نفس الشيء حط لناه الانيشيلز هنا سطر أول وسطر أخير لكتابة البرنامج وحنا نكتب أوامرنا بينهم نعرف متغيرين دايم أو دم حسب رغبتك في نطقها أنا نطقها دايم دايم x1 as integer ودايم x2 بعد as integer تقدر أيضا تستخدم single لا بس بيصير في فواصل يعني لو المستخدم كتب أرقام بفواصل فيلزمنا هنا نكتب single بدل انتجار انتجار عدد صحيح بدون فواصل نكمل الآن بعد ما سأعرف للمتغيرات الآن نأخذ قيمهم من التكستين الأول والثاني بعد ما أخذوا القيم الآن نبدأ عليهم عمليات المعالجة واللي بتكون فيها F الشرطية فشك بوكس وان دوت شكت يساوي ترو إذن تكست بوكس أي تكست بوكس نرجع لتصميم إذا أختار هادي اللي هي تشك بوكس وان نبغاه يطلع الجامعة هني في التكست بوكس الثري إذن نرجع للكود تكست بوكس ثري دوت تكست يساوي إكس وان زائد إكس تو هذه نفسها هي نفسها بتتكرر إلى جميع العمليات ولكن بتغييرات بسيطة يعني هذا تكست بوكس وان هذا نلاحظ هنا اثنين ثلاثة أربعة نبدل فقط الأرقام اللي قدامهم هذا نفس الشي تكست بوكس الثالث الرابع وخامس السادس وأيضا بالنسبة إلى العملية بتتغير من جمع إلى طرح إلى ضرب لنقسمة إذن تغييرات بسيطة ما تستدعينا نكتب كل شيء من البداية هذه واحدة ثنتين ثلاث ونغير تغييرات البسيطة زي ما قلنا هذا اثنين ثلاثة أربعة وهني ثلاثة هذا بيصير أربعة خمسة ستة وهذه جمع الثانية طرح وهذه ضرب الضرب نلاحظ الشفت مع الثمانية عشان يصير علامة الضرب وهذه قسمة من الكيبورد حرف الض أو من النمر كباد في قسمة فوق فوق الثمانية من النمر كباد اللي في الكيبورد انتهنا من كتابة الأوامر لهذا النموذج حسابات موافق نكتب العددين اثنين وثلاثة جمع طرح والضرب والقسمة الآن ننتقل إلى جعل الستارت أب فورم أو نموذج البدء نلاحظوا إذا بدأنا يجيب لنا نموذج التفرع وهو أول نموذج قمنا بإدراجه داخل بروجيكتنا ولذلك صاره أوتوماتيكيا صار الستارت أب فورم أو نموذج البدء ولكن هذا نقدر نغيره نخليه يبدأ بنموذج الثاني وخلينا في حالتنا نبدأ بنموذج حسابات من خلال قائمة تضغط على مساحة حسابات بروبرتيز اسم المشروع زائد كلمة بروبرتيز وتختار منها ستارت أب فورم هذه الشاشة الأولى تخلي فورم تو وخلاص تبدأ التنفيذ نلاحظ بدأ بحسابات مباشرة ما جاب لي نموذج التفرع وعادي يشتغل لو أكتب شغال بس اللهم إلا أنه صار نموذج البدء وترجع بهذه الطريقة فورم 1 الكود الآن نشرح عمل الكود وهذا جزء اختياري للي يرغب في الفائدة لما سونا دبل كليك على الزر موافق جاب إلينا الفيديو البايسيك عدة أوامر بدائية أسطر أساسية نكتب أوامرنا داخلهم في وسطهم الصطر الأول هذا اللي فوق public class form 1 public يدل على أنه اللي داخل المتغيرات أو المكونات اللي داخله بتكون بالإمكان أن نحن نستخدمها داخل مشروعنا ككل وبما أنه يخص الفورم 1 إذن سيحوز على الأوامر اللي تتحكم في أدوات الفورم 1 class معناها حيز أو فئة تحوي في داخلها أشياء معينة هذا بدايتها بداية الكلاس وهذا نهايته داخلها زي ما نلاحظ أيضا وضع إلينا سطرين بداية ونهاية private sub وint sub يعني sub procedure أو إجراء داخلي ونوع private يعني مكوناتها خاصة به اللي في داخله ما نقدر نستدعيهم من خارجه خاصة به متغيراته خاصة وأدواته خاصة ولذلك كان private لو كان public يكون زي ما قلنا عام يعني ممكن أني أستخدم متغيراته اللي بتصير داخله وتصير بيانات داخلها في أشياء ثانية نخلي ونتكلم عن الجزء اللي بعده اللي هو button one click هذا اسم حطه للإجراء للإجراء اللي فيه الأوامر اللي هي هذه الأوامر اللي كتبناها اسم أقدر أغيره هذا الاسم مثلا button one أخليه بي one مثلا وأشغل عادي يشتغل هذا هو button one شغال ما في مشكلة مجرد اسم هذا إذن وين اللي يدل على أن هذا الإجراء اللي هو البي one بيشتغل مع ضغطة الزر هذا هو هذا الكلام هذا الأمر اللي بيخليه يتخصص إلى ضغطة الزر الحدث اللي بيحصل هو ضغطة الزر بيتعامل معه هذا الstep procedure اللي هو البي one سميناه بي one كان button one click الحين صار بي one click طبعا اسمه أيضا الفيديو البيسيك يضعه بحيث أنه يصير مناسب إلى الحدث اللي بيتعامل معه لاحظ الbutton one كان click بيتعامل أو بيسوي handle إلى الbutton one click إلى عملية ضغط الزر هذه لو تعبثت فيها أنا ما بيصير مضبوط ما بيشتغل مع ضغطة الزر بيصير يسوي handle إلى شيء ثاني غير ضغطة الزر لو تعبثت في هذه لكن الاسم عادي مو مشكلة مجرد تسمية للبروسيجر زين هذه اللي بين القوسين دي بين القوسين هذه مكتبات للأوامر مكتبات أوامر يعني وش مكتبات أوامر يعني مثل الملفات داخلهم أوامر وطريقة تنفيذهم مثلا system object هذه هذه مكتبة أوامر رئيسية من ضمن الأوامر اللي كتبناها هذه الأوامر الأساسية والمعروفة موجودة داخلها وأيضا system event arguments نفس الشي نفس الشي أيضا مكتبة أوامر داخلها يعني خلنا نقول ملف داخل أوامر وطريقة تنفيذها وهذه يعني مكتبات أساسية ضروري وجودها من أجل أن نحن نقدر نكتب الأوامر هذه اللي هنا اللي كتبناها button one dot check this out true هذا الكلام كله ما بيتم إلا من خلال وجوده داخل هذه المكتبتين مزين أوامرنا اللي كتبناها F الشرطية معناها أو ترجمتها هي كالآتي يا حاسب يا آلي إذا كان radio button one اللي يدل المستخدم على حسابات هذا الاسم الظاهر حقه حسابات ولكن اسمه الحقيقي البرمج اللي استخدمناه داخل كتابة الأوامر هو radio button one إذا كان يا حاسب يا آلي radio button one checked يعني تم اختياره ونحن هطينا يساوي شروع الكتاب اكتفى ب dot checked وهذا صحيح وهذا صحيح لا بأس فإذا كان تم اختياره then إذن يعني أظهر لنا form two form two dot show نفذ عليه عملية الشو سواء تنفذت أو ما تنفذت هذه بيتم الانتقال إلى الـ الف الشرطية الثانية فإذا كان radio button two تم اختياره إذن أظهر لنا form three form three نفذ عليه دالة الشو أو function show وهذا فعلا اللي بيحصل أثناء ضغطة الزر بيتم اختبار الأمرين واللي صالح منهم بيتم تنفيذه نجي إلى الفورم الثاني حق حسابات double click علشان نشوف الكود نعرف متغيرين x1 و x2 ليش لأن نوجينا للنموذج في عدد أول وفي عدد ثاني فلازم نخزنهم في مكان من أجل أن نجري عليهم عمليات المعالجة فخزناهم في وين في متغير اسمه x1 و متغير اسمه x2 طيب من وين بيأخذوا البيانات هذا x1 و x2 طبعا من text box 1 ومن text box 2 وش طريقة هذا بيأخذ العدد الأول له text box 1 و text box 2 لو أدلناهم مو مشكلة ما يضر بس في عملية القسمة بيضر لأنه تفرق هذا عدده حتى في الطرح على العموم بنقول للحاسب الآلي بها الطريقة يا حاسب يا آلي خلي ال x1 يتخزن في داخله القيمة النصية التابعة لtext box 1 ويا حاسب يا آلي خلي ال x2 يأخذ القيمة المخزنة داخل text box 2 بعد ما يأخذوا القيم تتخزن فيهم الآن صار فيه داخل هذا عدد وصار فيه داخل هذا عدد بعد ما يأخذوا القيم وينتقل التنفيذ إلى الأسطر اللي تحت الأسطر اللي تحت هذه فيها if شرطية على check box 1 إذا كان تم اختياره check 2 صار true حقه إذن يضع لنا في text box 3 اللي هو مقابل إليه زي ما نلاحظ إذا تم اختياره checked صار true حقه بيضع لنا فيه قيمة في التكست بوكس المقابل اللي هو 3 هذا بيضع لنا في القيمة النصية حقته x1 له هذا اللي قبل شوية دخلنا فيه العدد الأول زائد x2 العدد الثاني بيضع لنا داخل text box 3 بيضع لنا مجموعهم إنجلة check box الثاني إذا كان checked بيسولينا عمليات الطرح عليهم بيطرح هذا من هذا بيضعهم في داخل القيمة النصية الخاصة بمن text box 4 نفس الشهنية خلنا نقرأها قراءة ما شابه لقراءة البشر يا حاسب يا أهلي إذا كان check box 3 تم اختياره إذن ضع في النص الخاص بالtext box 5 قيمة ضرب x1 في x2 يا حاسب يا أهلي إذا كان check box 4 تم اختياره إذن ضع في text box 6 مقسوم x1 على x2 طبعا في القيمة النصية خاصة أتمنى أني ما أطلت أتمنى التوفيق أيضا للجميع وإلى اللقاء في تدريب الخامس شكرا